هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير زعيم المعارضة بني جانتس واصفا إياه بالزعيم الصغير والمخادع واتهم إتمار جانتس بمحاولة تفكيك الحكومة منذ انضمامه إليها وبأنه كان يعمل على تقويضها من خلال رحلاته إلى واشنطن التي زادت من عدائه من عدائية الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل وقال إتمار أن إن جانتس الذي استضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزله وجلب عمالا من غزة وأزال الحواجز الأمنية الأساسية في الولايات المتحدة هو الرجل الأخير الذي يمكن أن يقدم بدائل أمنية